نتكلم ما وراء الستار ليس الشعارات اللي حقيقة مقرفة اللي حصل انه الان الحجد الولائي او الميليشيا الولائية تستخدم الذراع العسكري لبسط نفوذها فوجودها الان في المناطق بالذات اللي العربية السنية بدأ يخلق استياء كل استياء اللي حصل في ايام الموصل فبالتالي هذه البيئة هي تخدم التطرف السني المتمثل بداعش فاللي يريد يكسب العرب السنة عليهم ان يحترمهم وابلي الجنوب اللي كان ايام زمان يعتقد الريد حاكم جعفري وكذا الآن يقول الريد وطن هذا لا يعني ان طرف كبير مهم من الشيعة العراق وتجيني رسائلهم واقعين بالفخ اللي وقعوا به الشيوعيين قبل والقوميين عرب قبل انه ما دام ما دام ضد اميركا احنا زين احنا نريد نقوي ايران لان ايران ضد اسرائيل ايران ضد اميركا ما يعرفون الحقائق والامور ايران دولة قومية تريد قوتها عام 1982 معروفة باسم ايران جيت لما اسرائيل ادركت ان صدام قد ينتصر واذا انتصر صدام معناته قوة عراقية هائلة ستهدد اسرائيل قامت بمساعدة ايران وزودتها بالسلاح وهذه المعروفة بايران انجيت وتقول لي هذا صح لغة اقول لك انا لو ايراني اسويها اريد ان احمي ايران حتى اتعاول مع الشيطان والان لما ايران تهاجب اسرائيل تستعملها الشماعة للهب عواطف الناس بالضبط كما تستعمل شماعة الريد مقتل عثمان بن عفان شماعة لانقسام سياسي كذلك شماعة الحسين والشمر وهالكلام كله شماعة سياسية كما هالحركات الدينية كلها شماعات سياسية شماعة